ياسمين صبري متهمة في قضية وبتدخل في صراع مع أحمد صلاح حسني تعالوا النهاردة نتكلم عن مسلسل مصري جديد بعنوان رحيل وده بيعتبر عودة للنجمة ياسمين صبري بعد سنين من الغياب وآخر عمل آمد بي وقدمته كان في 2020 بعنوان فرصة تانية النهاردة حيكون موضوعنا عن مسلسل رحيل واللي حتم عرضه على الشاشات في رمضان 2024 في إطار تشويقي وكمان إثارة بتدور أحداث المسلسل حول الفتاة رحيل اللي بتعيش حياة بسيطة وهدية لكن بتنقلب حياتها رأسا على عقب عندما تتهم في إحدى القضايا وبتدخل السجن وإخراج محمد عبد السلام وتأليف محمد عبد المعطي أما بالنسبة لطاقم العمل ياسمين صبري وأحمد بدير أحمد صيام وأحمد صلاح حسني حازم سمير ومحمد الكلاني هجر الشرنوبي وسماء إبراهيم وليلة حسين بسنت الصيام ومي القاضي بتقدم ياسمين صبري دور رحيل بتشتغل مع أبوها في تجارته وبتوصف نفسها إن هي بمتراجل بتواجه رحيل كبار السوق اللي بيشتغل بطرق غير مشروعة بتتهم رحيل في قضية ماه وبتدخل السجن محمد كلاني هو دور حبيب رحيل وهو محامي بيدافع عنها أحمد بدير بيحاول التأكيد على إنه كبير السوق في البروم الرسمي بتاع مسلسل رحيل أحمد صلاح حسني بيدخل في صراعات مع ياسمين صبري في المسلسل كشفت الفنانة ياسمين صبري عن البروم الخاص بمسلسلها الجديد وبنكتشف من البروم إن رحيل بتشتغل مع بابها في التجارة بتاعته لكن من الواضح إن كبار السوق مش هيسيبوها في حالها في السوق هناك خلافات كبيرة بين التجار أحمد بدير بيحاول التحكم في السوق وبيأكد إنه هو كبير بتاع السوق أحمد صلاح حسني اللي بيزعج رحيل وبتتشاجر معه دايما محمد كلاني اللي بيفضل إنه هو بيحب رحيل وبيشتغل محامي وبيدفع عنها بعد ما بيتهموها في قضية بينتهي الإعلان مع القبض على رحيل وحبسها على زمة التحقيق المسلسل متكوم من 15 حلقة وبتعود ياسمين صبري برحيل للدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنين وشارك في البطولة بتاعت مسلسل فرصة تانية أحمد مجدي ومحمد دياب وهيبة مجدي مسلسل رحيل من المقرر عرضه في رمضان 2024 مستنين عرض المسلسل وأشوفكم على خير في فيديو تاني باي بار